أكد القيادي في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة محمد بركات صموضة على استمرار النضال حتى تحقيق جميع أهداف اللجنة المتمثلة برحيل المحتل من المحافظة وقال صموضة في تصريحات للمهرية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق لجنة الاعتصام السلمي إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة آخر المستجدات في المحافظة نحن متواجدين في محافظة المهرة عاصمة الغيظة وفي اجتماعاتنا المستمرة واجتماعات جيدة ونحن مستمرين على نضالنا لما خروج آخر قوات المحتلة الأجنبية من محافظة المهرة ومن يوم وصول قوات الاحتلال ونحن أبناء محافظة المهرة لأحرار الشرفة يعني يمكافحين جميع مخططاتها ولن نسمح لأي قوات أجنبية في محافظة المهرة وسنواصل عملنا نضالنا لما تحقيق أهدافنا وانتقد القيادي في لجنة الاعتصام السلمي دور الرئاسة تجاه عدد من القضايا الوطنية المصيرية وانتهاك سيادة واصفا إياه بالسلبي وقال صمودة إن الجميع أصبح يعرف أن القرار اليمني منتزع من قبل السعودية وإن الأخيرة تتحكم فيه وضف صمودة نلجة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة وخلفها القبائل كافة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مخططات للسعودية تستهدف أمن واستقرار المحافظة وما تعيش هالمحافظة وما تعيش هاليمن بشكل عام نحن نفهم أن الشرعية يعني الشرعية مع احترامي للريس رئيس شرعيه في الرياض والسلطة المحلية في محافظة المهرة نقدرها ونحترمها بقيادة المحافظ محمد علي ياسر لكننا كلنا نفهم ما الشرعية الشرعية هي يعني أوامرها ليس يعني مسيطرة على أوامرها بيدها بل هي بيد الاحتلالة تحالف السعودي الإماراتي الأجنبي ونحن شعب مناضل ومكافح على بلده ولن نسمح بأي مسمى سواء أداه بيد الاحتلال أن يخذل محافظتنا أو يحتلها وسنواصل عملنا السلمي لما آخر قطرة من دمانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر